اشتركوا في القناة لو ما كنتوش مشتركين عشان تجيلكم الحلقات دي اول باول النهاردة هنتكلم عن ست افلام كلهم اتعرضوا ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان اه زي ما انتو عارفين احنا في الحلقة الاولانية في اليوم التاني بالتحديد تخطينا افلام المسابقة الرسمية وجرينا بسرعة عشان نشوف فيلم سعاد ونقدر نتكلم عنه وتكلمنا عنه بالفعل في الحلقة اللي فاتت في اليوم ده كان فيه تلات افلام في المسابقة الرسمية وامس كان فيه تلات افلام كمان في المسابقة الرسمية هنتكلم عنهم النهاردة سريعا مناقشة مش واخد شكل مراجعة قوي الهدف الرئيسي منها هو تعريف حضراتكم بالافلام دي وطرح وجهة نظري السريعة فيها ولو فيها ترشحات احب اقول للناس انها تتتبعها وتدور عليها لما تتاح للمشاهدة بشكل مفتوح علشان ان شاء الله بازن الله يكون فيه قدر من المتعة المناقشة بتاعتنا واخد الشكل المسترسل اللي انتو شايفينه ده فهم علش ما تاخذونيش لو كان فيها بعض الاخطاء والترتيب بتاع الافلام هيكون كمان مرة حسب تفضيلي الشخصي يعني حبتدي بفيلم وصولا لأكتر فيلم انا شخصيا حبيته في المشاهدات دي في الست افلام اللي حتكلم عنهم دول ويلا بينا نخش في الموضوع على طول الفيلم الاول اللي حتكلم عنه هو الفيلم الفرنسي الباتروس وهو فيلم من اخراج المخرج الفرنسي المخضرم زافي بوفوا والاحداث بتاعته بتدور في بلد ساحلية هادئة في فرنسا وبنركز على شخصية زعيم وحدة الشرطة او رئيس وحدة الشرطة في البلد دي وهو اسمه لوران وبناخد نظرة كده متفحصة جدا وهادئة جدا على حياته الشخصية وحياته العملية على القضايا والمشاكل اللي هو بيتعامل معها بشكل يومي بالاضافة لتحول مهم بيحصل في حياته الخاصة في نفس الوقت ده وبننتقل من حالة لحالة ومن موقف لموقف ومن يوم ليوم علشان نشوف قد ايه الحالات اللي بتقابله دي رغم انها بلد هادية ولكن ممكن يقابل بعض القضايا وبعض المشاكل المزعجة فعلا ولكن كلها في الآخر في ضغوط عمله وفي سياق شغله اليومي بتتشابه لدرجة انه هو بيفقد القدرة او ما بيقدرش انه يعرف مين فيهم الحالة القابلة فعلا للتفاقم والتحول لشيء كبير ممكن يزلزل حياته ده اللي بيحصل فعلا ان احد القضايا اللي بنمر عليها سريعا دي بتتحول لحاجة حادة جدا ولحاجة مزعجة جدا لحياته بتهدد تماسك اسرته وبتهدد تماسك شخصيته على المستوى العملي وعلى المستوى النفسي وعلى جميع المستويات وبتؤدي لبعض التغيرات في حياته والفيلم بياخدنا في التحول ده او في رحلة التعامل مع شعوره الشخصي بالزنب اه للمسئولية بتاعة الموقف ده لما تفقم وتحول للمشكلة الكبيرة دي هتلاقوا اه صفة موحدة لكل الافلام اللي هنتكلم عنها النهاردة او كل الافلام الحقيقة اللي شفتها في المهرجان دلوقتي وهي الاقاع البطيء ودي مش صفة غريبة دي صفة معتادة في الافلام اللي بتتعرض في مهرجانات بالحجم ده والهدف الاساسي منها هو اعطاء المشاهد فرصة انه يتمعن في كل الادوات وكل الابداعات اللي موجودة في سياق الفيلم وده بيبقى آآ ممكن او مقبول او ما فيهوش اي مشكلة على الاطلاق لما الموضوع بتاع الفيلم بيسمح بده فيلم البطروس آآ الحقيقة لفترة طويلة قوي انا كنت بدور فيه على حدث يعني كل شوية اخش قضية معينة او مشكلة معينة من من اللي بيقابلها لورون فريق الشرطة بتاعه وبتدي اسرخ وانا قاعد الهونزب ايوة هنا بقى هتحصل حاجة ايوة هنا بقى هتبتدي المشكلة وفعلا اعتقد انها من الحاجات المقصودة من الفيلم انه يسطح كل المشاكل وكل الوقائع الابطال بتاعتنا بيمروا بيها لدرجة ان احنا شخصيا واحنا بنتفرج ما نقدرش نقول التفاقم او التفجر هيحصل فين ودي الفكرة الرئيسية اللازم نشوفها من وجهة نظر البطل ولكن الفترة طويلة بتاعت البحث دي ممكن تهمد المشاهد في تجربة المشاهدة بتاعته ده اللي حصل معايا لما حصل الحدث وهو حصل بشكل متأخر شوية وبتدينا نشهد تحول في القصة حسيت بتعاطف وحسيت بتواصل مع البطل حسيت بقدرتي على التعامل معاه او التحاور معاه على المستوى النفسي وعلى المستوى العقلي في المأساة اللي هو بيمر فيها ما بين اقتناعي بضرورة شعوره بالذنب وعدم قدرتي على معرفة ازاي ممكن يقدر يتعافى من الاحساس ده وعلى الجانب الاخر من ان فعلا خمسمائة سؤال ممكن يدور في راسك ومتعرفش تجاوب عليه ولكن الاداء التمثيلي في الفيلم بشكل عام رغم انه هو جيد جدا ولكنه برضو هادي جدا وفي بعض الاحيان ده بيوصل لمرحلة الاستفزاز وزي ما قلت كده قعدت فترة طويلة قوي لغاية لما حصل الحدث البارز وخلال الفترة دي اهتمامي بالفيلم وباحداثه وقل بشكل تدريجي علشان كده الفيلم فيلم حلو بكل تأكيد ومش بعيد يكون له تواجد في الجوائز بتاعة المهرجان وبالتحديد على مستوى التمثيل في الدور الاول ما بين الافلام اللي انا شفتها لحد دلوقتي بس ما بين الستة افلام اللي عاوز اتكلم النهاردة هو بيجي فعلا في الترتيب السادس الفيلم التاني اللي هتكلم عليه في حلقتنا هو فيلم الناتشورال لايت وهو فيلم من انتاج ماجري لاتفي فرنسي الماني للمخرج دينش ناجي بيركز على الحرب العالمية التانية وبالتحديد على الجيش المجري واحد يسألني ويقولني كابتن مهدي هو الجيش المجري كان في الحرب العالمية التانية اقول له يا باشا لما تطلع على المهرجانات بتتعلم حاجات زريفة قوي في الحياة الجيش المجري كان موجود في الحرب العالمية التانية والفترة طويلة قوي في احداث الحرب لوين فنقول عليها احداث يعني كان بيدين بالولاء للجانب النازي في الحرب في الصراع الدائر ومهمته الرئيسية كانت داخل الأراضي الروسية والهدف منه أو المهمة الموكلة لي هي اكتشاف وصحق جيوب المقاومة الروسية في القرى الصغيرة الموجودة وتركزنا على شخصية سماتكا وهو أحد الجنود في وحدة من وحدات الجيش المجري وعنده هواية التصوير أو ممكن تكون المهمة الرئيسية بتاعته هي التصوير وتوثيق الرحلة بتاعت الوحدة بتاعته أو بتاعت الجيش المجري داخل الأراضي الروسية الأحداث بتاعتنا بتبتلي بشكل عادي الأجواء بتاعتنا باردة جدا فقيرة جدا تدعو جدا فعلا للاكتئاب ولا الشعور بالمعاناة بتاعت الشخصيات الموجودة والأحداث بتدور على أطراف وداخل أحد القرى اللي الوحدة دي مكلفة باكتشاف جيوب المقاومة والشخصيات المنتمية لجانب المقاومة داخلها الأحداث برضو زي ما قلنا الإقاع بتاعنا هيبقى بطيق والأحداث بتاعتنا هتبقى هادية جدا وممكن تكون بتوثق لزمن طويل داخل أحداث الفيلم على الانتهاكات أو التعامل اللي ممكن يكون غير إنساني ولكن بدون مبالغات معجبني جدا في الفيلم ده بالتحديد هو نقل إزاي المعاملة دي أو الرؤية دي أو شكل القهر أو شكل الإهانات اللي الجانب المجري بيطبقها على الجانب الروسي بتبتدي تتسحب على المشاهد واحدة واحدة لدرجة إنه ممكن ما يحسش إنه هو بيشهد انتهاكات بهذا القدر ودي من عبقرية الفيلم الحقيقي وهو فيلم جيد جدا ولكن برضو ما بين الأفلام بتاعتنا هو ترتيبه الخامس زي ما قلنا لإنحنا بناخد الليستة من وراء وكذلك بعد فترة طويلة قوي بنوصل لحدث بارز والحدث البارز ده بيلقي بظلال الذنب على شخصيتنا الرئيسية وشخصية سيماتكا لأنه هو الوحيد اللي ممكن تحس من تعبيراته إنه عنده نوع من أنواع الرفض للممارسات اللي بتتم وعنده إحساس بأن الدنيا دي فعلا ممكن تتفقم وممكن توصل لشيء هو صعب يتحمله وبعد كده بنمر برضو بفترة بنشوف فيها طريق التعامل ومعه وإن كان التعامل هنا المرة دي تعامل عملي بيتحط قدامه اعتبارات كتير وبيبقى مطلوب منه إنه هو يقرر ما بينها ما بين الاعتبارات الإنسانية على الجانب وبعدين نعدي بقى بكل الدرجات اللي احنا عوزينها لغاية لما نوصل للاعتبارات المهنية اللي ليها علاقة بولاءه للجيش اللي هو بيشتغل فيه اللي ليها علاقة بالوطن اللي هو بينتميله بالمسئولية بالهدف الرئيسي منهم تعقيدات كتيرة جدا موجود بطل الفيلم جسدها بشكل جيد جدا يعني احنا لو حنتكلم على مقارنة سريعة وإن كانت المقارنات لا تصحي في الحالة دي بس فعلا فيه بعض التقارب ما بين شخصية لوران وشخصية سيمتكا لوران في فيلم البتروس وسمتكا في فيلم ناتيرل لايت لا أنا ميال أكتر للجانب بتاع سيمتكا لأن الصراع بتاعه محصوص أكتر ممكن تكون طريقة التصوير بتاعت الفيلم متعطفة كمان معه أكتر فيها كلوزبس أكتر فيها تغشيش أو تعاطف أكتر مع المشاهد عشان نفهم هو بيفكر في إيه وطريقة تفكيره دات ممكن تقود لإيه ولكن الإقاع البطيء بتاع الفيلم بشكل عام ممكن برضو ما يخليهوش محبة بقوي في تجربة المشاهدة التنويعات الفقيرة جدا في الأجواء اللي احنا بنمر بيها ممكن تخلي الإبداعات في التصوير والإبداعات في المونتاج ما تتحسش قوي أثناء تجربة المشاهدة الأولى وزي ما بنقول كده احنا في المهرجانات بنضرب بالتلات أربعة أفلام كل يوم ففكرة التماعن والتفكر داخل الفيلم ما بتبقاش عادلة قوي للفيلم نفسه للمجهود بتاع المخرج بتاعه والتقم التقني بتاعه لازم الإبداعات دي تكون برزة قوي وتطفو على السطح قوي عشان نقدر نشوفها بسهولة بس عموما كمان مرة ست أفلام اللي هنتكلم عنهم النهاردة يا جماعة أفلام كويسة بس بدرجة متفاوتة زي ما بتكلم كده وعشان كده الفيلم ده موجود عندي في الترتيب ده بالتحديد حنفضل مع المجر وفيلم فورست I see you everywhere للمخرج المجري بنادك فلي جوف وده مخرج معتاد على الأجواء البرلينية لأنه كان ليه حضور سنة 2012 بفيلم اسمه Just the Wind وكان ليه تواجد جيد في الجوائز كمان والفيلم بتاعنا اسمه فورست I see you everywhere وبينتهج نفس منهج فيلم آخر كان هو عمله قبل كده أعتقد سنة 2003 كان اسمه فورست وده مش فيلم روائي طويل بالمعنى المعهود حاجة كده الشبه هذا بلد باستر سكروجز لو تفتكروا اللي هي القصص اللي في قاسم مشترك ما بينهم على المستوى الفني وإن كان على المستوى الروائي القواسم ده مش متواجدة قوي عندنا في الفيلم ده سبع قصص السبع قصص قصص صغيرة جدا ممكن تكون بتدور في مكان واحد وبتدور على مدار حوار واحد بتبتدي بنمط موحد وهو إن احنا بنشوف لقط عابرة لنهاية المقابلة أو المواجهة اللي احنا بنتكلم فيها وبعد كده بناخد المواجهة كلها لغاية لما بنوصل للقطة دي التعاملات بتاعتنا مفيش قاسم روائي مشترك ما بينها الشخصيات مختلفة والأماكن مختلفة والأحداث مختلفة ولكن كلها بتدور عن مشاعر إنسانية سواء إيجابية أو سلبية حاجات لها دعوة بالجنس حاجات لها دعوة بالدين حاجات لها دعوة بالمرض حاجات لها دعوة بسيطرة الأهالي على أولادهم حاجات لها دعوة بالتنقل ما بين الأجيال حاجات لها دعوة بأولاد بيحكموا أهلهم وحاجات لها دعوة بالأهل اللي بيحكموا أولادهم الميزة الرئيسية إن الفيلم ده على مستوى الإقاع ممكن يكون الأنشط على الرغم من إنه تقريبا يعني حاجة من أبسط ما يمكن بعض الحوارات ما بين بعض البني أدمين لأي بني أدم ممكن يصورها في بيتوت بوموبايل حتى التعائدات بتاع التحركات الكاميرا من أبسط ما يمكن ومن عاوز أقول أسهل ما يمكن ولكنها فعالة في حتة أسهل دي مش عادل قوي لو ساندتها أو لو أصريت عليها المشكلة الرئيسية بتاعتي مع الفيلم ده هو الهبوط اللي بينتاب المشاهد في لحظة الانتقال ما بين قصة والتانية ودي حاجة معتادة أي حد في الدنيا بيحس بيها لما تكون مرتبط بحدوتة معينة والحدوتة دي توصل لدرجة الظروة بتاعتها وتتفاعل معها جدا وبعد كده الحدوتة دي تخلص وفعلا تسيبك في حالة فيها قدر من التفكير انت عاوز تتواصل معها أكتر أو عاوز تبتدي تحللها أكتر جوا مخك لأنها فعلا كانت فعالة وفعلا كانت حادة وبعدين فجأة تلاقي نفسك دخلت في قصة تانية في الأغلب أول خمس ست دقائية انت ما بتركزش فيها ودي مشكلتي معها الحقيقية لو كانت كلها برعا أفلام قصيرة أعتقد أن درجة الفعالية في الحواد في الحواديد بتاعتك هتحدث أفضل ولكن الأداءات التمثيلية في الفيلم كو اللي هجيدة جدا وإن كنت أعتقد أن دول مش ممكن يكونوا ممثلين محترفين ولو حد شاف الفيلم أولا من شاء الله تطح ليكم الفرصة أن انتم تشوفوه والفيلم ده لازم يتشاف على فكرة هتحسوا بالكلام ده ولكن الخطأ بالحوارية بتاعتهم طويلة قوي المشاهد الواحدة أو اللقطات الواحدة طويلة جدا لدرجة أن أنا في البداية بتريت أفكر أنه ممكن تكون كل قصة متسورة في شكل لقطة ولكن لا في بعض القطاعات بعدها بعضها ممكن يبان زي ما يكون متوظف بحيث أن احنا ما نحسش به وبعضها حاد جدا انتقال كاميرا من شخصية الشخصية فالدنيا صعبة قوي تكون فعلا لقطة واحدة بس القصص المنفردة ما بين السبعة عاوز أقول أن كلهم الحقيقة فعالين يمكن واحدة بس اللي هي بتبتدي وبتختتم الفيلم اللي ممكن تكون بتدور أكتر على المستوى رمزي عن رحلة العمر أو نظرة الإنسان على حياته كلها بكل ما يمكن أن تكون قد تضمنته من المشاعر الكتير قوي اللي احنا بنمر بها أتناء الأحداث الست قصص التانيين كلهم فعالين بفهمش حاجة معقدة على المستوى الفني سهل قوي نحنا نتواصل معهم وسهل قوي نحنا نحس نفسنا بناخد جانب بتاع شخصية ضد شخصية أخرى أو ضد موقف آخر حننتقل بعد كده لجورجيا في فيلم من إنتاج جورجي ألماني وهو فيلم اسمه وهو فيلم رومانسي وغريب شوية غريب قوي الحقيقة بس مش أغرب فيلم عندنا النهاردة بكل تأكيد فيلم بيدور عن شخصيتين ولد بيشتغل لعيب كرة قدم والفيلم ده كرة القدم عنصر مهم فيه وبنت بتشتغل دكتورة بيتقابله بشكل صدفة تماما وبيعجبوا البعض فبيتفقوا أن هما يلتقوا تاني يوم ولكن من غير ما يقولوا البعض على اسمهم واللي بيحصل أن بيحصل عليهم لعنة اللعنة دي بتتشرح لهم من خلال أربعة بالحقيقة بيحاولوا يشرحوا للبنت الأربعة دول عبارة عن عود أمح أو حاجة زرعي كده موجودة في الشارع ومصورة مية وكاميرا والريح مش نقطة أنا مبهزرش الكلام ده حصل فعلا بيحزروها من أن في لعنة جات عليها إنها لو صممت إنها تاني يوم تلتقي بالولد دوت الكنين شكلهم حيتغير ولما الكنين شكلهم حيتغير بكل تأكيد لما يروحوا مكان مقابلتهم مش هيعرفوا بعض وده اللي بيحصل فعلا هي بتروح اللقاء ولكن شكلها بيتغير وشكل الولد بيتغير وبيفقدوا مهارتهم الأساسية في الحياة هي بتفقد كل درايتها بالطب وهو بيفقد كل درايته بكرة القدم فبيضطروا يشتغلوا شغلنات تانية الأحداث بتاعتنا بتدور في بلد اسمها كوتيسي في جورجيا واعتقد إن الفيلم كله على بعضه هو زي ما بيقولوا كده خطاب غرامي للبلد نفسها للبلدة هي بلدة صغيرة بتطل على نهر النهر دوت بيحيط به زي سد ودي كلها تفاصيل هتلاقي نفسك كمشاهد أدركتها من غير ما تركز فيها بلد تشبه البلاد بتاعتنا الجميلة الهدية الناس فيها بسيطة التجارة فيها الحجم بتاعها مش عملاق الأحلام فيها هدية فيها شباب فيها أهاوي أهاوي نهرية من الحاجات التي تبقى شبه النهر شبه جداً للأهاوي والأعداد بتاعتنا اللي احنا عارفينها في العالم العربي أو عارفينها في مصر بالتحديد وبننتقل من مكان لمكان فيه روي معنا طول الفيلم قد يكون عنصر الإزعاج الأكبر في الفيلم كله بيشرح لنا حاجات وبيحكي لنا حاجات سواء عن أحاسيس التنائي بتاعنا اللي للأسف مش مركز الاهتمام بالفيلم طوال أحداثه وأحداثه دي طويلة لحد كبير الفيلم زمنه ساعتين ونص والحقيقة هو من أطول الأفلام وقد يكون بشكل مش ضروري في تجربة المشاهدة لأنه برضو بيبعث على الملل الحبة لأنه كمان مرة برضو إقاعه بطيء جداً بس الفكرة أو الفلسفة اللي هو بيقدمها على المستوى الرومانسي أو على المستوى الغرامي فريدة جداً والمشاهد حيحس بتواصل معها وهي أن الناس لما بتحب بعض قلوبهم هي اللي بتحب بعض مش وشوهم اللي بيحب بعض ولو حسوا الضعض مرة تانية ضروري بيلتقوا ضروري قصة بتاعتهم بتكتمل والجانب الآخر هو جانب الشغف والعنصر بتاع الشغف اللي موجود معنا طوال أحداث الفيلم هو كرة القدم واهتمام الشعب بيها سواء على مستوى المشاهدة أو على مستوى الممارسة والأحداث بتاعتنا المفروض إنها بتدوروا في خلفيتها نسخ خيالية من كاس العالم الأرجنتين فيها بتكسب النهائي ودي حاجة ظريفة لأنها كمان مرة بتوحد الناس كلها على حب ميسي وهو حب عنصر جميل بكل تأكيد الفيلم رقيق وظريف والقصة الغرامية اللي بتاخد بعض الأبعاد الأسطورية بتاعتنا دمها خفيف جدا والمشاهد ممكن يحن لها ويتواصل معها بس المشكلة إن احنا كنا بنقططعها كتير وبنروح لحاجات فرعية مفهوم قوي أهميتها في قصة المدينة اللي احنا بندور عليها أو في الرحلة اللي احنا بناخدها جوه المدينة وهي رحلة حلوة بس كمان مرة ممكن تكون بتشتت الذهن شوية عن القصة الرئيسية أو الحدوط الرئيسية بتاعتنا موسيقى هنروح بعد كده لرومانيا ولو الفيلم اللي فات كان فيلم غريب فده فيلم أغرب والفيلم اللي فات لو كان خطاب غرامي للمدينة فده خطاب كراهية للمدينة بكل تأكيد الفيلم بتاعنا انتاج روماني لوكسنبورجي كرواتي تشيكي للمخرج رادو جود اسمه باد لاك بانجينج أو لوني بورن وده مش أنا اللي بخير حضراتكم هو اسمه كده اسم الطايتل بتاعه كله على بعضه كده باد لاك بانجينج أو لوني بورن وده فيلم فيه بعض الخصائص الفريدة جدا أولا هو الأغرب بكل تأكيد ما بين كل الأفلام اللي شفتها في المهرجان أو كل الأفلام اللي شفتها بقى لي فترة طويلة الحقيقة ثانيا انه هو الفيلم الوحيد اللي أحداثه بتدور داخل كوفيد يعني المسكات والسوشال ديستنسينج والقضايا بتاعت النظريات المؤامرة في الفكرة بتاعت الكوفيد والكلام ده كله بتلعب دور معنا في الأحداث وهو من الأفلام اللي هي حبكة واضحة جدا ومطروحة من أول لحظة جهوها الفيلم والحبكة بتاعتها بمنتهى البساطة والأجواء بتاعتنا سخرة إلى درجة مرعبة وجادة في نفس الوقت الفيلم عجيب جدا هحكي لكم هحكي لكم الفكرة بتاعتنا هي مدرسة المدرسة دي بتعمل زي شريط فيديو أو كليب أو حاجة كده يعني حميمية مع جزها بيمارسوا فيها الجنس وبعد كده الكليب ده بيتصرب بيطلع على الانترنت وبيوصل للمدرسة اللي هي بتشتغل فيها والتلاميذ بتشوفها أولياء الأمور بيشوفوها وكل حاجة في الدنيا ودلوقتي بيبعوها لجلسة تحقيق ما بينها وما بين قدارة المدرسة وما بين أولياء الأمور لاتخاذ قرار هو المفروض إيه اللي يحصل في الحالة دي نرفضها ولا نقعدها ولا نعمل إيه وكلام زي ده دي الحبكة طريقة التنفيذ بقى في الفيلم نفسه عبارة عن ثلاث فصول الفصل الأول بنعرف من خلاله المدخل للحدوتة بتاعتنا دي وبعدين بنمشي مع بطلتنا المشوار كله وهي رايحة المدرسة على رجلها بنمر بقى بحاجات كتير جوة المجتمع الروماني زي ما بنقول كده خطاب كراهية بكل تأكيد خطاب انتقاد وسخرية وكل اللي انت عاوزه ما بين التنقضات المرعبة في مشاعر الناس اللي بتحاكم واحدة على حاجة وانت ماشي جوة الشارع الروماني بتشوف أبشع منها مليون مرة في كل لحظة على الأقل ده فعل حميمي فعل خاص فعل تصرب عن طريق الخطأ او عن طريق أدوات القبح اللي موجودة في العالم كله أصلا نبالك بقى وانت ماشي في الشارع بتشوف ايه في كل لحظة وبعد الرحلة دي كلها بينتهي الفصل وبنوصل لفصل التاني والفصل التاني ده أغرب حاجة في التاريخ لأنه ملوش علاقة بالفيلم الفصل التاني ده عبارة عن كمية من التعريفات ومن الكوتس المقولات وما بين الحاجات المأخوذة من الانترنت ومأخوذة من كتب التاريخ ومأخوذة من تعليقات لشخصيات عامة وحاجات زي كده بنعرف فيها كل حاجة بيعرفوا حاجات اللي يدعوة بالدين حاجات اللي يدعوة بالجنس حاجات اللي يدعوة بالسياس حاجات اللي يدعوة بالتاريخ الرومانيا حاجات اللي يدعوة بالشعر حاجات اللي يدعوة بأمور زي دي بس الفصل ده ممكن يكون أمتع فترة أنا قضيتها داخل مهرجان برلين حتى الآن ما بين كل الأفلام اللي شفتها فصل طويل انت ما تتكلمش على السبعة ثمان تعريفات ولا بتاع تعريفات بالهبل ولكن التواصل معها أو التركيز فيها أولاً بيقدم حكمة شعبية من أروع ما يمكن بيقدم تجربة ساخرة فعالة جداً وبيقدم ضحك للركب انتو مش متخيلين يعني وكل شوية خليك تقعد تفكر خليك كل شوية تعمل بوز علشان تقعد تفكر في اللي انت شفته دعوه بالما يخش في اللي بعده وهي حاجات كتيرة قوي لغاية لما بنوصل للفصل الأخير وده أكثر فصل ديناميكي وسريع على مستوى الإقاع وهي جلسة الاستماع نفسها المدرسة بتبقى موجودة فيها ممثلة لإدارة المدرسة بتبقى موجودة فيها وأولياء الأمور وأولياء الأمور دول تم اختيارهم بطريقة من أصيع ما يمكن لأن فيهم زابط جيش وفيهم زابط شرطة وفيهم دكتور وفيهم طيار وفيهم رجل دين وفيهم الشخصيات المتحفظة وفيهم شخصيات من أعرق مختلفة وبنخش بقى في النقاش من أحد ما يمكن ومن أجرأ ما يمكن فيه اتهامات متبادلة وفيه كشف للحقائق وفيه انتقاد للمجتمع حاجة ماراثن لاهف السيناريو في الفصل الأخير ده لغاية لما بنوصل للنهاية وإنهاية مش واحدة إنهاية عدد من السيناريوهات علشان نختم التجربة بأقصى درجات الجنان اللي ممكن نتخيلها هي دي مفردات الفيلم هي دي اللي بتخليه ممتع لأنه غريب بكل تأكيد ولكن ما فيهوش حاجة مش صعبة تتفهم هو بس ما بياخدش الشكل السردي العادي الحدوتة بتاعته ما هيش العنصر الأهم هي مجرد مدخل لانتقادات كتيرة جدا والأفكار كتيرة جدا والفصل التاني ممكن نصنفه كنوع من أنواع الخواطر ده الفيلم الأمتع ولكن مهم جدا لو أي مشاهد قرر إن هو يتفرج عليه لما يبقى متاح بأي شكل أو أخر إنه يعرف قد إيه الفيلم ده سافل وأنا الفيلم ده شخصيا علمني إن السفالة مش عيب السفالة ليها مكانها السفالة ليها سياقها السفالة ليها مناسبتها اللي لما بتؤخذ ضدها ممكن تتحول لفيلم مجرم للنشاط مجرم أو لعملية مجرمة ولكن السفالة في حد ذاتها على ما يبدو ما هيش شيء وحش أما الفيلم الأخير اللي حنتكلم عليه في حلقتنا النهاردة وهو الفيلم الأفضل في تقدير الشخصي وأكتر فيلم أنا شخصيا تواصلت معاه واستمتعت بيه ضمن مشاهداتي في مهرجان برلان هو فيلم وهو فيلم فرنساوي للمخرجة سيلين سياما ودي الوحيدة لأنا شفت لها أفلام قبل كده لأن هي دي مخرجة فيلم اللي كان صدر في سنة 2019 وليلي مراجع عندنا على القناة فيلم جامد وهو فيلم للمصادفة قريب جدا من حيث الفكرة أو الفلسفة الرئيسية مع فيلم ميمري بوكس الفيلم اللبناني اللي اتكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت في الحلقة الأولى اللي اتكلمنا فيها مهرجان برلان حدوتة الفيلم حدوتة من أرأي ما يمكن وهي بتدور عن بنت صغيرة اسمها نالي نالي دي جدتها بتموت فبتروح هي وأمها وأبوها للبيت الصغير اللي جدتها كانت عايشة فيه عشان يفضوه أعتقد بغرض أن هم يبعوه أو حاجة بالطريقة دي بس دي عملية هتاخد كذا يوم وأثناء الليلة الأولى من تواجدهم هناك نالي بتحس أن والدتها ماريون حزينة أو مكتائبة أو وجودها في المكان دوت جاب لها شعور مش جيد وممكن يكون الشعور دوت لي رواسب كمان هي كبنت صغيرة عندها 8 سنين حست بي بالفعل الأم في يوم بتصحى نيلي الصبح بتلاقيها مش موجودة غالبا التجربة كانت صعبة عليها فقررت أنها تبعد لغاية لما البنت وأبوها هم اللي يفضوا البيت وبعدين ينضموا لها فأثناء النشاط بتاع العزال أو الكرتنة أو لم الحاجات اللي هم بيمروا به نيلي بتروح الغابة القريبة من البيت وهناك بتقابل بنت البنت دي شبهها جدا وتقريبا في سنها وبتنشق ما بينهم صداقة وبيلعبوا مع بعض وبيروحوا بيت بعض وبيعيشوا تجربة طفولية جميلة جدا بعد ما بتعرف أن البنت دي اسمها ماريون والبنت دي سريعا جدا نيلي بتكتشف أنها مش بنت في الزمن اللي احنا فيه دي أمها لما كانت صغيرة ولما بتروح بيتها بتقابل جدتها اللي هي لسه متوفية وبنعرف برضو من خلال الأحداث أن نيلي كان ليها علاقة جيدة بجدتها وافتقدتها جدا وحزنت جدا التجربة فيها تواصل كمان مرة ما بين البنت الصغيرة وما بين أمها في نفس عمرها هو ده العنصر المشترك أو القاسم المشترك ما بين الفيلم ده وفيلم ميموري بوكس وإن كان في ميموري بوكس التواصل كان على مستوى المراهقة هنا التواصل على مستوى الطفولة بنعرف من خلاله بعض الحاجات بنعرف من خلاله إزاي نيلي قدرت تجد الأسرار أو المفاتيح للحزن اللي موجود في شخصية أمها قد إيه هي شخصيا بتستمتع بأنها قبلت أمها وهي في السن ده وده كان برضو من العناصر المميزة جدا في فيلم ميموري بوكس وأعتقد أن دي من الحاجات الجميلة اللي شفناها في مهرجان برلين السنة دي حتة التواصل بتاع الشخصية مع أمها أو مع حد من أهلها في نفس عمره وأعتقد دي برضو من الحاجات اللي خلتني أفكر بشكل كبير في أن الأولاد وهم صغيرين أي أو أيا كانت مراحل عمرهم رغبتهم الحقيقة في التواصل مع أهلهم أو مع الكبار ما بتبقاش مع الجانب الحكيم اللي مليان مصرحيات اللي الأهالي بيرسموه على عيالهم ده من الآخر هما بيبقوا نفسهم يعرفوا الشخص اللي هما بيحبوه ده لما كان قدهم كان عامل إزاي نفسهم يفهموا مفاتيحه نفسهم يخدوا تجربه لما كانت مجردة من الخبرة كل دي أفكار بتيجي وانت بتتفرج رغم أنها مش مشروحة على الإطلاق والواقع الموازي اللي احنا موجودين جواه ده مالوش شرح مالوش تفسير مالوش تبرير كل اللي فيه هو تجربة احنا بناخدها مع الشخصيات وخلاص وزي ما بقول هي تجربة من أعذب ديناميكية وفيه كاريزمة جميلة جدا للبنتين زي السكر يعني رغم أنهم على مستوى التكسيد بيبان في بعض الحال أن هما بيسمعوا سطور أو حاجات زي كده بس أنا رأيي الشخصي وأنا لسه ما شفتش الأفلام بتاعت اليوم الرابع آه لسه في فيلمين عايز نشوفه من النهاردة حتى الآن ده أفضل فيلم على مستوى كتير من المفردات بتاعه وهو فعلا أفضل فيلم النهاردة مسبقتنا الرسمية فيها فيلم ياباني اسمه وفيها فيلم إيراني حلقة دي بتطلع متأخرة نسبيا فأنا عندي صهرة طويلة مع الأفلام الأفلام يا جماعة بتبدأ الساعة سبعة الصبح وبتنتهي سبعة الصبح تاني يوم يعني أنا عندي لغاية سبعة الصبح عشان نشوف الفيلمين دول ويمكن أحاول أن أنا أشوف حاجة كمان خارج البرنامج أنا حتى الآن تركيزي الرئيسي على المسابقة الرسمية بس أنا حزين على كمية الكنوز اللي أنا شايفها قدامي في الليستة وللأسف بتفوتني مسمع للشيش الواحد وراء حاجات كتير والحقيقة اكتشفت أن رغم أن أنا موجود في البيت وأن الدنيا أسهل ولكن ديناميكية الوجود في المهرجان حاجة تانية لما الناس كلها بتشجع بعض والانتقال من فيلم الآخر بيخليك في نهاية ممكن تتفرج على العدد أكبر من الأفلام وتحس أنك شبعان أكتر من كده المهرجان حلو الأفلام اللي شفناها ما هياش أعظم حاجة في الدنيا عشان كده لازم نلاحظ أن رغبة صناعة الأفلام بالتجديد بتخلي مقاييس النجاح أو مقاييس التمييز عندهم أعلى وبناء عليه نتيجة استمتاع المشاهد بالأفلام أصعب عشان كده لما تقابل فيلم حلو أو مبدول فيه مجهود لازم تديله التكريم اللائق لأن فعلا الحاجات دي مش سهلة الخلاصة يعني إحساسي الشخصي تجاه السينما بشكل عام من مشاهداتي في المهرجان حتى لحد دلوقتي الفيلم الحلو في العالم دلوقتي يا جماعة بقى عملة صعبة الحلقة اللي جاية يمكن تكون بعد بكرة احنا النهاردة الخميس بالليل حسب انتم تشوفوا الحلقة دي امتى غالبا هنفوت الجمعة السبت هتكون تقريبا الحلقة الأخيرة من المهرجان هنتكلم فيها عن كل الأفلام اللي شفناها ويمكن يكون في حلقة تانية عن النتائج أو الجوائز أو لو في فرصة نحن نشوف أفلام أكتر لأن الأفلام اللي هتكسب هيبقى ليها عروض أخرى مش عارف إذا كان حيبقى فيه مواد أخرى نعملها في حلقة تانية لو عايزين تعرفوا أي حاجة عن المهرجان عن العروض عن الحاجات اللي تتعرض أي معلومة زيادة عن الأفلام اللي أنا اتكلمت عنها ياريت تقولولي في الكومنس وحبقى سعيد جدا لو جبتوكم عليها أتمنى الحلقة تكون عجبتكم ألف شكر لكم على المشاهدة ياريت تعملوا شارعوا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تكيلكم الحلقة تقاول باول تابعوني على فيسبوك وتويتروني مو بوجو وباي باي